السلام عليكم أتمنى تكونوا بخير وعلى خير مرحبا بكم في قناة عالم أمار وا اليوم سنحضر معكم 3 أشكال المملحات التي يجيو زوينين وبعاجين واحد التي يجيو مورق ومقرمل والديد سنحضر هذه المملحات التي يجيو زوينين وميني بيتزا الصغار يمكنكم تخرجوا أي حاجة بقيتوها بهذه الحشوة وبهذه العمارة فهذا يجيو من الداخل فهذا يجيو لشانسون ومورقين فتبعوا معي المقادير وطريقة التحضير سنبدأ أول حاجة بالعمارة التي سنشحر حبة البصلة وحبة الفلفلة سنشحرهم مع زيز ومن بعد سنضيف الكفتة بإمكانكم تضيفه أولادة أو لأي حاجة بغيتو وهذا سنضيف العطرية عندي القصبر مع النوس وعندي الهريزة وعندي البصار والملحة والفلفلة وزيتون مقطع طريفات وهنا بإمكانكم تضيفه وهو الحشو دينا واجدة بالنسبة للعاجين عندي 4 الكيسين لعنبة الفرصة منصف ملعقة صغيرة ملحة وملعقة صغيرة الخل وملعقة صغيرة سنيدة سنضيف لهم سنضيف جوج معالق ديال الزيت الرومية معالق كبار وصافي سنضيف العجين ديالي سنضيف بذلك الزيت اللي قدرنا ومن بعد سنضيفه الماء تدريجيا الماء ديال الروبيني سنضيف سنضيف العجينة 5 ديال الضقائق سنضيفها ترتاح واحد شوية سنضيفها سنقسم العجينة على البعض ديال الكويرات وكنبدأ نتلقى الكورة للأولى شوية ديال الضقيق ما كنتلقوهاش بزاف واحد شوية على شكل دائري فيه نضيف الزبدة جلد طعصة أو لأي زبدة عندكم نضيفها ونبدأ ندهن أول كرة بالزبدة واحد شوية ماشي بالسف وكندردر القليل ديال النشا يوحد لكمية قليلة قليلة ماشي بالسف فباش كتعطينا طوراق الكلاجينة فهذه هي الطريقة اللي كندير غنهزة هاد الكورة وغالي نطلق كورة أخرى بإمكانكم تديروا هاد ربعة ديال الكوارات وحدة فوق وحدة ولكن أنا هنيا قسمتهم كان ديرغي كورة فوق كورة يعني بحلي كي جيوني غاجوش كورات يعني كيكونوا في الولى ربعة تلكي ولي ولياجوش كان ناخدو الكورة اللولى كان نديرو لها الكورة الثانية اللي تلقنا وكان قدوها مسيان وها هي العجينة اللولى هاي وجداتلي كيما قلت لكم بإمكانكم تديرو غير بعض ديال الطبقات ولكن أنا فضت أنا لندير غير جوش طبقات وغادي ندير نفس الطريقة لهاد جوش كورة اللي بقاو لهاد جوش شكرا وكان دهان بالزبدة وكان رشويد نشاف اللي ما عندوش نشاف إمكانوا يستغنى عليها ويدير غير الزبدة فتها الزبدة راكت جي كتورق لنا لجينا فالبغيتو التوراق يجيكم بزاف فهذا الكورة تجمعوهم ديروهم باربعة يعني يديرو كورة فوق كورة فغاديكم لابا ديركم مورقة بزاف فسافي هنا غادي نبدأ نطلق العجينة هناخد أول وحدة صيبت وغادي نطلقها بطقيق وغا نخدم بيها غادي نطلقها السمك ديلها ما يكونش رقيقة بزاف وما يكونش غلاد بزاف يعني والسمك متوسط وغادي نبدأ نقطع بأي قطعة عندكم لما تكونش قطعة يمكنكم تقطعوه بشيز لافة أو لأي حاجة عندكم مهم على الشكل دائري وغادي نطلق عليها وغادي نطلق عليها حشو وغادي نطلق عليها اللحية وغادي نطلق عليها من بعد ما بردت وغادي نحطو القليل في كل قطعة من الحشوة وغادي نقدوها مسيان وغادي نحطو البيضة كاملة وغادي نحطو القليل في الجواني بغي في الجنب واحد وكنشد لشانسون ديالي وكنضغط عليهم بسبعين زيان زيان وبإمكانكم تكملوا حتى بفرشت غانواني نضغط عليهم بشوية بفرشت باش ما يتحلوا ليش في الفران فاسا في هادي هي الطريقة اللي غادي ندير فكنكمل قاعدة الوحيدة اللي عندي بنفس الطريقة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نطول ترجمة نانسي قد تصل جميعهم ذاك الزواق باين الطابح اللي طبعت فيه هذا كالشناف اللي في الجناف و هذا غي خوفا على انهم يتحلوا لي في الفران و خادرت لهم لبيت و غادي نبدأ نطلق العجينة الثانية باش غادي نصيب الشكل الثاني فهنا ما غاديش نخلي العجينة رقيقة بساف بحلولة مرقيقاش و مغليداش يعني ما بينه وبين باش كنخليولك التوريقة باينه حتي لا لققناهم فغادي يجيونا منقرر منين بساف كناخد هاد الطوابع عندي واحد صغير واحد كبير فغادي نقطع واحد كبير واحد صغر منه يعني هذا كلي كيكون سابع الكبير فغادي نقطع بهم بجوج فهنا اللي ما عمدوش بيمكانه يقطع غير بقطع واحدة ويقدهم وصافي يعني ماشي مشكل بحل بحل فهادو باش يجيني الشكل ديالهم زوين فغادي نعمر هادو قدامكم غادي ناخد الحشوات ايو كان لكم هنا صغير الحشوة فانا اعطتكم افكار وصبارق الله كل وحده ووحدكتها وكل وحده والإبداعات دياله وكل وحده شنو كيبغي كناخد البيضة اللي خلطت وكان دير نفس الطريقة كندير البيض في الجناب ديال العجينة باش لسق عليها دياله دياله فهده انا ما ما درت هاش فورشيطة ولكن رسقات يعني متحلوليش في الفران كنضغط عليهم بسبعين مزيان مجناب باش كيتشدلي لذك البيض وكي لسق لي العجينة دياله داروري من هذا المرحلة سافي وها هو الشكل ديالنا سيضع ونضع ونكمله العجينة بنفس الطريق فرس شكل ديالهم كي يجزبين سيضهنهم بالبيض سيضهنهم لوجه ديالهم فكنكون نشعل الفران قبل دروري يكون سخون فهده المملحات اللي كنديرو دائما كنشعل الفران قبل وكينسخنهم زيان وكندخلهم الفران وكنقصو عليهم يعني كنخليهم يطيبوا على خاطرهم فهنا بإمكانكم ترشو ليشانسان بزنجلان أو بالبابو اي حاجة بغيتوا فأنا ما غنديش عرشة سوف نكتف بقنا ندلهم خطوط بالفورشت وصافي وهذا الشكل اللي مدور فغادي نخلي حتياته وغا ندلو شو دي الفرمج من الفوق وهذا الشكل الثالث اللي هو البيتزاز فهاديك العجينة اللي شطلية فدرتها بيتزاز ودرت سوستومات وهنايا ندير شوية ديال الطون يمكنكم تعمروها باي بغيتو باي حوشوة فغادي ندير ليها الطون وغادي نزيدها الزيتون مقطع طريفات ويمكنكم تديروا فلفلة او لديروا زيتون بكحيل اي حاجة بغيتو وغادي نزيدها وشوية ديال الفرمج حمر غادي نديرو حتى هو باش يحطيني تزيين لهاد البيتزاز هادو والمعطق بطبيعة الحال وغادي ندخلهم الفران يطيبو من بعد ما طابوا لي لشانسان وهذا الشكل الجميل الجوزبين صراحة اول مرة كنت عندي الجوزبين فقدرت عليه شفية الفرمج حمر ودخلت الفران جلد اقصد الفران على ماتب هذا هو الشكل النهائي ديال المملاحة ديالنا كانت مننا يعجبكم وكانت مننا تجربوا وبصحتكم وراحتكم تمننا يعجبكم الرافيديو ويلاعجبكم بارتاجهم على العائلة والأصدقاء والأحباب ديالكم لما تشاركتش في القناة تشارك ومرحبا بكم في قناة عالم أم مروة اشتركوا في القناة